في نفس السياق أيضاً وفي الجلسة الرئيسية جلاسكو اللي شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية وفي كلمته خلال الجلسة آل بيل واير مراسل شبكة CNN الأمريكية إنه في دول كتير تعرضت لحرائق وأعصير وذوبان الجليد في القطب الشمالي ده غير الكوارث الطبعية اللي نتك كمان عنها حوادث ووفيات بسبب التغيرات البيئية غير المحسوبة وغير المتوقعة عشان كده لازم يكون في تكاتف بين كل الدول لإيجاد حل وتمهيد الطريق للحفاظ على الطبيعة شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً بكم في مصر جميعاً أنا معجب بلديكم جداً ويسعدني أن أجون جزءاً من هذا المنتدى في هذا الصيف لقد ذهبت إلى آيسلند وقمت برؤية الجليد ويوذاب وكيف أن هناك وأيضاً ذهبت إلى باستون وشرم الشيخ وشينغهاي ورقبت الحرائق البرية في الغرب الأمريكي وكنت هناك ورأيت العصير التي بدعت في السواحل الأمريكية وهناك غرق الناس في منازلهم في مدينة نيويورك وكان هناك أيضاً في منتصف أيضاً على الشتاء وكان هناك الكثير من الظواحر والكوارث التي حدثت عام 2021 وأدت إلى إزهاق الكثير من الأرواح وكثير من الوفيات ومئات الألاف من الأشخاص ولذا أنا أرى هذا كل يوم ولكن وأن الطريقة التي تعمل بها الطبيعة البشرية هي كلها هناك بالطبع القصص الكثيرة التي تتحدث عن التغيرات المناخية والقصص تتغير ولكن قصة التغيرات المناخية تتغير سريعاً في أحداث كان هناك تغير المناخية أيضاً وهذه التغيرات تحدث بحدة حول العالم ولسوء الحظ نجد أن كثيراً من الناس في دولة ودول أخرى يرون أن هناك القصص عن الصيادين الذين يعانون وعن وفيات الكثير من الحيوانات البرية وانقراضها أن القصة يجب أن تتغير يجب أن نحقق الرفاح للجميع ما الذي يحدث للأسر للرفاح للرخاء والأسر في كامل أنحق العالم لأن كل مرتبط ببعض البعض ترجمة نانسي قنقر